السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تخيل انك شاب عندك 17 سنة بطل للتحدي السوفيتي في الشطرنج للشباب مرتين بتلعب بطولة للكبار فيها اسدزة وانت كمان رايح تاخد لقب ماستر مش جراند ماستر الهدف بتاعك ان تأخذ ماستر في الشطرنج اللي هي تعتبر في وقتنا الحالي انترناشنال ماستر عمرك ما قابلت جراند ماستر على رؤعة حقيقية في حياتك حتى الان عامل نتائج ممتازة في البطولة اللي انت بتلعبها واللي اسمها سوكولوسكي موموريال بطولة محدش بيروحها غير بدعوة مش اوبن مش مفتوحة مش اي حد معدي بيلعب في البطولة دي وانت رحتها بترشيح من استاذك بودفينك وانت مشرف استاذك جدا وعامل نتائج ممتازة ودي الجولة الاخيرة ولازم تكسب الجولة الاخيرة علشان تاخد المركز الاول لو تعادلت او خسرت في ناس تحتيك ممكن ياخدوا المركز الاول بصراحة انت خلاص حققت الهدف بتاعك ان تأخذ الاستاذية الاستاذية اللي هتبقى استاذ مش جراند ماستر عملت نتائج جيدة يحفظو لك على انك بعد ما البطولة تخلص سواء كسبت اخسرت اتعدلت في هذه الجولة تبقى خلاص ماستر ولكن هذه الجولة هتخليك تفوز بالبطولة والاتحاد السوفيتي كله يتكلم عنك تشايف قدقل الجولة اللي انت هتشوفها دي مهمة مش هتقابل اي حد هتقابل جراند ماستر اناتولي لوتيكوف يقول كسباروف في كتابه عن هذا الرجل ان الرجل ده ايام الذهبية قد ولت ولكن لديه خبرة جبارة في جميع اللينات التي يلعبها انت قاعد قدام واحد خبرة تئيل اي نعم هو ليس النجم الحالي الا انه امبلت خبرة هتنفجر في وجهك لو عملت اي غلطة تلعب بالابيض ويلا بينا على هذه المباراة لايك لازيز اشترك في القناة سترى واحدة من اجمل المباريات التي لعبها كسباروف في شبابه وكل ما تتخيل المشهد اكتر شاب عارف قد مين قد جوكيش كده وقاعد بيلاعب دلوقتي حد عنده اربعين سنة مثلا ممكن يكون حد 2700 حد 2800 في وقتنا الحالي بدأ وزير نايت اف سيكس نايت اف ثري والان دي سيكس دي سيكس على بدأ وزير بتقول انا رايح على هندي الملك صح صح كسباروف يقوله ايه رأيك نخلي الشكل ده بيرتس بيرك بيشيب جي فور عادة يلعب اللاعبون في هذا الشكل جي سيكس بيشيب جي سابن وبيسيبوا الفيل ده يستخدموه في المستقبل في اي لحظة ممكن يخرج على الاف فايف ولو انت محضر الاشكال بتاعة الضبل في انشته ممكن تلعب بي سيكس بيشيب بي سافن بيشيب بهذا الشكل انا ممكن اباسأل الفيل سؤال واخد منك من بدر امتياز الفيلين بعد يعني ما اللعب يمشي بي فور زي ما حصل في المطش والان نايت بي دي سافن اعتقد ان الاسود كان متوقع هنا اتش ثري وبعدين ياكل ياكل وبعدين يضرب الوسط بي فايف مثلا هذا الشكل ملعوب على الداتابيز مراية وانتهت بفوز الابيض لمجرد انك معاك امتياز الفيلين وتقدر تطور المباراة في صلحك بعد نايت بي دي سافن كاسباروف يفكر ويقول انا مش هلعب اتش ثري انا هلعب اي فايف من دلوقتي ودي افضل نقلة عارف لما تلعب نقلة قوية ضد حاجة مش مشهورة يعني نايت بي دي سافن نايت اف سيكس بيشب جي فور دا شكل مش مش مشهور وتعتمد وتعتمد على قدرتك الحسابية غير ابيهن بان اللي قدامي دا جامد ولا مش جامد الكلام دا كله ما يجغلنيش جدير بالذكر ان بيدق في بيدق بيدق في بيدق حصان في بيدق ما اقدرش اكل علشان مربوط بقدر اكسر وزراء اولا يعني بعد ما ياكل بكسر وزراء واخد القطعة دي بلندر حصان في بيدق تخيل يعني انا عايزك تتخيل اللي انا بقوله دا دلوقتي اي 5 قوية لو بيدق في بيدق بيدق في بيدق بعدين تاكل اكل بعدين تاخد البيدق دا باخد اصاده البيدق دا وبيدق جناح الوزير ضعيفة ابيض هنا احسن ومعام تياز الفلين هكررها ومش هزهق منها هي دي المعلومة المهمة لو طلبتني باكل تاني مفيش اي مشكلة الحصان يعود الى الوراء تقدر كمان تقول ان الطريقة اللي بيلعب بيها اناتولي لوتيكوف طريقة برووكاتيف يعني محفزة المصيبة اعقبك عليها الان سؤال لهذا الفيل ياكل ياكل نفس الكلام بيدق في بيدق بيدق في بيدق حصان في بيدق وزير في بيدق اخذ بالك اوكي سي سيكس يعني دلوقتي اصبح بيدق في بيدق بيدق في بيدق حصان في بيدق تهديد حقيقي بيش بأفور يقول كسباروف ان بيش بأفور ايضا نقلة مستفزة بتقوله انت ممكن تقفل المسائل وانا كنت عايز دا اللي يحصل وعلى فكرة المطش مشي كده فعلا او يلعب اي سيكس وانا اكل ويلعب كده اكمل انتشار ياخد البيدق كمان شوية بحاول اتمسك بالبيدق كوين دي سيفن وبيت قصير يبيت طويل عايز يوقع البيدق لكن بعد بيشيب اي فايف بيشيب تيكس وزير في بيدق قوية اوكي طيب يا كاسباروف يعني بيشيب افور نقلة ممتازة بصراحة هي كويسة وعملت اللي عليها لكن المودرن الثيري بتقول ان بيدق في بيدق بيدق في بيدق متبوعة باني اخد مساحة في الوسط هو دا النقل السليم لو انت اكلت حاسب البيدق بقى شكلها وحش جدا ولو انت دفعت انا ثبت الاضعاف ودلوقتي بيشيب افور هتيجي الحصان ينتشر وبيت طويل وهذه مباراة عنيفة لدي فيها تفوق موقفي ممتاز خليط ما بين امتياز الفلين والمساحة اللي في الوسط والاضعاف الواضح على الدي سيكس بيشيب افور لعبت وعليها دي فايف من لوتيكوف والان كاسباروف يقول انا دا اللي كنت عاوز اعمله عاوز اضحي بيدق واعمل لايك لا مش يعني انت عمل لايك انت هو مش هعمل لايك ولا حاجة بس انت يعني برضو اخبالك واخر الانتشار بتاعه الوقت الفيل دا مش عارف يطلع بسهولة وانا هنتشر والعب على الاضعافات البيضاء وهوقع البيضاء دا في لحظة من خلال كوين اي تو مثلا الحصان انتشر والان كوين اي تو هات البيضاء و جي سيكس تلعبت تاري كان البيضاء حاول تحمي البيضاء مفيش طريقة غير كينج اف سيفن والان هناك تبييد طويل جي سيكس الرخ تيجي والبيضاء برضو هيقع في النهاية فبدأ من البيضاء كده ولا كده واقع اسمح لي العب جي سيكس واخد البيضاء وحط الفيل طبيعي جدا وهناك سباروف بيت قصيرا وبيقول انه ناوي يجيب الرخ هنا يسحب الفيل ويدفع F4 F5 ليجعل هذا الفيل سفاحا على الملك لكن مع التحليل بعد المباراة وجد ان التبييد الطويل هو الاقوى وبعد النايت هات الفيل الفيل يرجع حتى لو البيضاء ده تاخد دي بلندر انا باكل بالمقابل هذا البيضاء وانتش بيادئ كتير وبعدين نرجع الماتيريال بتاعتي ووضعي مكسب لكنه بيت قصيرا هات الفيل والان كان على هذا الفيل ان يعود لحماية هذا البيضاء لكن كان مسيطر على كاسباروف انه يلعب النقلة الناشيطة دي للضغط على هذا البيضاء وقد قوبلت بخطأ اخر الصح قلتلك عليه ان الفيل يرجع يحمي والصح للاسود انه كان ينتش البيضاء ده دلوقتي عادي جدا وكاسباروف كان بيقول انه كان ناوي يلعب حسان في بيضاء ودي مش حلوة وبعد ما يأكل يبدأ يربط في الباشا ويستغل التفوق في الوسط بالارخخ اللي بتيجي بسرعة لكن طبعا دي نقلة سيئة النقلة الصحة هنا اللي بتعاقب التفريع بتاع كاسباروف هي بيشب اف سيكس ولا يوجد اي تعويض عن القطع اللي كاسباروف ضحاها وكاسباروف وكاسباروف كمان يقول ان حتى لو دي وحشة فكان في نقلة بتحافظ على الشكل التعادلي باني اجيب بس الرخ في المنتصف ونكمل شطرنجة عادي بيشب يرجع ناكل ناكل ولعب نايت اي فور مثلا وحاول العب بي فور نايت سي فايف وهكذا بعد بيشب جي فايف نايت اف ايت هات الوزير الوزير يعود الى الجي فور ليه لانه ناوي يضغط بهذا الشكل يعني الروخ هيا تيجي توقف في وش البيد مش الوزير مش عايز يرجع بالوزير هنا الحصان يعود الى ورق هات الوزير دلوقت يرجع خلص لم يجد هذا الرجل بدا من ان يعود الى الوراء الروخ جد كاسباروف خلاص دي الخطة بتاعته اف فور اف 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 افتح مدى هذا الفيل ويهجم على الملك ممنوع الكلام ده انا مسيطر كويس ولكنه ايضا حرم نفسه مستر لوتيكوف من مناورة نايت اي سيكس يعني كان ممكن يلعب كينج اف سيكس ولكن عليها بيشيب ايش فور نايت اي سيكس بيشيب جي ثري كوين دي سيب بيشيب اي فايف اف فايف ابيض احسن لكن اي سيكس جاءت نايت اي فور من جاري كاسباروف جاري كاسباروف يرى ان معتش في اي تطوير زيادة ممكن يحصل الان في هذا الشكل وعليه ان اخرى يهاجم منها وينش قطعه من خلالها تقدر تقول بلفظ شطرنجي اخر ان الراجل ده عمل ومعاتش فيه طريقة واضحة للضغط على هذا البيدق عاوزين نعمل اضعاف جديد اخر من خلال او بدأ ببلاش ياكل وبعدين نبدأ اخترق من خلال البي فايل كينج اف سابن بي فور لو اتنتش البيدق ده اقفل السكة في وشك ولو انت لعبت حاجة زي كده بطلبك الاول ولو انت مشيت هنا مثلا هنا في مشيتين هنا وهو وهنا هو لو مشيت هنا مثلا باكل البيدق لو ربطني بمشي ولو انت كالت انا بكشف بكش واخد وزيرك وبناء عليه كوين بيتو ادق لكن برضو باكل بتربطني بلعب الكش بتمشي والان بمشي بعد الكش وما عندكش بقى حق يعني القطعة مش متعلقة ولا مربوطة ولا حاجة والابيض هنا بيفوز بتفوق اصطور تفوق خمسة نتيجة ايه فيه رخ كاملة ما بتلعبش مقابل رخ نشيطة سفاحة وفي القوي وحصان قوي وامتياز سفلين وزير برا اللعب 100000 تفوق هنا خانك لو عملت كده مثلا عندي دخول تاكل اكل بيفوز احسن نقلة من الانجين عليها سي ثري امشي لو مشي عليها روك تيكس بيفوز بي سيكس ممنوع نايت سي فايف والان كوين دي تو حامل بيد الروح تيجي في النهاية هات الوزير الوزير يتحرك والان شكرا على تنفيذ المينورتي بتاعتي لو اكلت هيقلي البادئ دي معزولة بادئ دي ضعيفة وده متأخر الفيل اخد مدى حركي ممتاز احتمال قريب جدا العب سيفور وافتح هذه الاوتار على الملك ما العمل كوين اي ثري انا همشي علشان يمكن استخدم المربع ده للقطع بتاعتي اطلع كده اعمل كده اجوز عايز انا المربع ده استغله بتاع ال اي سيفن لو كان لعب سي فايف اكيد خطرت على بالك فبعد بيد في بيد بيد في بيد سي فور بحاول افتح الموقف وانت تقفل الموقف هبدأ بس اجوز على هذا الاضعاف كوين اي ثري لعبت نايت باك تسي ثري سي فايف تلعب ايه لو كنت مكان كاسباروف النقلة الاولى على الانجين والوحيدة اللي تحافظ على تفوق جيد النقلة هي نايت بي وان هات الوزير ايه ده ده ممكن يأكل هات الوزير لو تمشي احبسك بدأ مش بيتاخد طب خلاص اكسر امشي يا عم امشي كوين بي 2 وبصراحة this queen is out of the game ما بيلعبش نايت بي 1 لعبت والان كوين اي فور اكل اكل وحاول يفتح الموقف لو دي فور اتلعبت اعتقد ان روك اي 2 ايضا والافكار بتاعت الجوزة دي موجودة لكن كمان في g4 g5 اوكي نايت بي دي نايت 8 دي 7 والان نايت c3 هات الوزير حاضر بعدين كوين c2 مراقبا مربع ال اي 4 ايضا نفس يحرر هذا الحصان ومش عايز يكسر وزراء يقول كاسبارو ان احسن نايت هنا كانت نايت e4 عايز الوزير ولو اكلني ادي له كش امش وبعدين ارجع وزيري ومعايا تفوق اسطوري نتيجة ان الرخ ما بتلعبش وامتياز الفلين بس انا مش عايز اكسر وزراء الوزير ما بيعملش اي حاجة هنا ملوش لازمة الان بيشيب جي فايف ربطو نايت بي 6 تلعب ايه لو كنت مكان كاسباروف ده تهديد ده تهديد كاسباروف a4 سيبوا يا عم يهدد يا عم مفيش وقت كافي انه يعيد ترتيب قطعه باي شكل من الاشكال ولا الكلام ده انا سريع انا عايز اخش بتنبهات سريعة طيب يعني مثلا مثلا لو لعب كوين سي 7 عندي بيدق في بيدق لو اكل بالبيدق فانا عندي a5 يمشي ووضعي هنا ممتاز لو مشي باكل باكل وباكل طب معلش يعني ما ياكل كده اه بس بعد بيش بسي 4 انا وضعي ممتاز نتيجة ان الوضع بيتفتح اكتر وان البياد دي ضعيفة يعني مثلا عندي اتنين على واحد في النهايات ممكن اعمل بيدق سالك بعيد اي فور جاءت اكل كسباروف انا لا اعبأ بذلك انا لا اهتم مطلقا الفيلم بيتخد شيء عشان الربطة روك اي 7 اي 5 امشي يا حسون جدير بالذكر انك ان اكلت الان فانا باكل عادي جدا وانت بصراحة في ربطة لا تحسد عليها لو قفلت السكة باكل باكل وبعدين بديلك كش قاتلة تمشي وبعدين باكل الحسان نايت يعود الى الورق بعد ال ا5 بيشيب سي 6 ربطة محتملة كأنه ضغط قبل ما يربط سلخ قبل ما يدبح يعني وقبل نايت بي 8 والان كاسباروف يقول روك ا3 متبوعة بروك ا3 تنهي مباراة بس انا خفزت على الستايل بتاعي خدت العمود وسبت له البيد this pawn is irrelevant مش تابع لأي حاجة بنعملها نايت ا4 روك F8 ويقول كاسباروف خلاص الاسود جاب القطعة الاخيدة اللي ما كانتش بتلعب واموري ممتازة لكن بص على يعني المشكلة اللي انا شفتها عند الاسود وبدأت اغلس عليه بش بأفور هذا الفيل يعمل وكأنه بندول الساعة عد يروح ويجي ويجي ويروح لكنه بيتشاقش اوى فضيعة والانجين بيرشح نقلة غير مارنة اطلاقا كيش واخد البيد ايه الارف ده لا 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 بش بأفور يا عم دي مارنة وفضيعة انا هاكل اوكي امتياز الفيلين يا كاسباروف امتياز الفيلين يا ابني انا لست مهتما عندي بيدا سالك في ستة هيعزبه خصوصا انه منع الكاش داي بهذه الرجعة ومعملش حساب روك دي سابن علامة تعجب روك تيكس بونتكس بقدرة قادر البيداء اللي كان هنا فضلي يمشي يمشي في ايه رجع هات البيداء كيش هات الوزير والان كيش هات فرق انت معك كم بدأ زيادة اتنين زيادة بدأين زيادة اصدك على الاتنين دول ولا الاتنين دول ولا يمكن تقصد الاتنين دول ما كلهم يعني اوحش من بعض بادئ ضعيفة وعيانة والملك عاري وضعيف كيش عشان لو انت مشيت مثلا غلط ولا حاجة باكشف عليك وديلك واخد الوزير بس ده صراحة مش موجود دلوقتي كينج اي سافن روك دي وان نايت دي فايف كوين اي فور كينج اف سافن كيش رايح يتدفق والان نايت يقول كاسباروف صراحة انا عايز اكسر واضغط ومش هكسر وزراء بس ببسط الموقف لكن الوزراء ما يتكسروش في هذا الشكل عشان الملك ضعيف ما تنساش الكلام ده سي فور روك بي وان انا عايز انزل كده واكسب قطعة ممنوع تنزل كده انا عايز الوقتي الحصان مشي بس خلي بالك كمان انك لو كالت مباشرة يقول كاسباروف انه عامل لي فاخ هياخد فرق دلوقتي بس الشكل ده بيكسب على اي حال وزير اونلي موف تكسب تكسر عادي كينج اف وان انت مش خايف من ال لا مش خايف عندي روكسي سفن اي فايف انا هجري على هاتو انت مش خايف لا مش خايف عندي روكسي سفن هاتبقى البيداء ده اذا انت مش خايف من ال لا عندي روكسي فايف انتهت المباراة بعد جي ثري كاسباروف في اول بطولة للاسدزة للكبار يفوز بلقب ماستر ويفوز بالبطولة عرفت ليه كاسباروف بيقول هذه المباراة لن انساها ابدا اول مرة يلاق يقابل جراند ماستر على رؤية شطرانجة حقيقية كلاسيك مباراة حطته على خريطة الاتحاد السوفيتي كم من ال ال الاخبار التي كتبت عنه في صحف الاتحاد السوفيتي كثيرة جدا انجاز عظيم اتنين في واحد اخد الاستاذية وكسب البطولة حقه ما ينساش بصراحة المعركة دي اتمنى كنت بسطة واستنتعت بهذه الحلقة وسنبدأ معا جزء جديد في الكتاب بعدما انتهت هذه البطولة وقد عرف كاسباروف اكتر في الاتحاد السوفيتي كلاعب شطرانج محترف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته